كما أوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن أسعار السلع الأساسية وخاصة القمحة والبترول ارتفعت بشكل غير مسبوق هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية نحن هنا عاملين مقارنة لأسعار السلع الأساسية أنا بس مختار 3 أربعة منه ما بين مايو 21 ومايو 22 أنا حكلم فقط على الأمح والبترول الأمح كان 8 طن في مايو 21 270 دولار النهاردة 435 دولار 8 طن طب في دولة زي مصر بتستورد ما يقرب من 10 يبقى حضراتكم بدل ما كنت بادفع 10 مليون كنت بادفع 2.7 مليار دولار بيت حدفع 4.4 مليار دولار أنا بستورد فقط نفس الكمية أنا مش هتكلم على إن إحنا بنزود نتيجة للزيادة السكانية لا أنا فقط بتكلم على هذا الموضوع بنتكلم على البترول كان 8 البرميل 67 دولار النهاردة 112 طب مصر بتستورد قد إيه؟ 100 مليون برميل في السنة كنت بادفع عليهم 6.7 مليون 10 بقيت دلوقتي مضطرة أدفع 11.2 مليون 10 أنا بس بدي لحضراتكم عشان كلنا نبقى حاسين بعظم الأزمة مش في مصر في العالم كله بيحصل إيه؟ وده اللي خلى النهاردة دول كثيرة جدا تبدأ تتجه لموضوع الحل الموضوع بإن التشديد النقدي وكلنا طبعا تابعنا القرارات اللي خدها البنك الفيدرالي الأمريكي اللي عمرها ما حصلت بقالها أكتر من 20 سنة